حسن الظن بالله تعالى عبادة قلبية جليلة وهو اعتقاد ما يليق بالله تعالى من أسماء وصفات وأفعال واعتقاد ما تقتضيه من آثار جليلة كاعتقاد أن الله تعالى يرحم عباده المستحقين للرحمة ويعفو عنهم إنهم تابوا وأنابوا ويقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم واعتقاد أن له تعالى الحكم الجليلة فيما قضاه وقدره ومن ظن أن حسن الظن لا يكون معه عمل فهو مخضئ فلو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من ثمرها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتيه من ثمرها ما يأتي غيره ممن حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء كذلك حسن الظن بالله تعالى لا يكون مع ترك الواجبات ولا مع فعل المعاصي ومن ظن ذلك فقد وقع في الغرور وأمن مكر الله قال ابن الخيم رحمه الله وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور والأصل في المسلم أن يكون دائما حسن الظن بربه ويتعين عليه حسن الظن في موضعين الأول عند قيامه بالطاعات ففي الحديث الخدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه وأما الموطن الثاني الذي يتعين فيه على المسلم حسن الظن بربه فهو عند حلول المصائب وحضور الموت فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن ترجمة نانسي قنقر